السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض الوحدة الاولى دراسات في كتاب المدرسة وطبعا كتاب المدرسة مهم جدا لان لا يقرب عنه اي امتحان تمام؟ النهاردة هنحل مع بعض الوحدة الاولى الصف الخامس الابتدائي عندي صفحة 14 بيقولي تدور الارض حول نفسها امام الشمس مرة كل 24 ساعة من الغرب للشرق ولذلك تشرق الشمس على الاماكن الواقعة شرق خط جرانيش قبل الاماكن الواقعة غرب خط جرانيش وابلغ فرق التوقيت بين كل خط طول واخر 4 دقائق اذا علمت ان الساعة في مدينة لندن الواقعة لخط جرانيش 10 صباحا فكم تكون الساعة في المدن الموضحة على الخريطة؟ طبعا انا هقولي الاجابة على طول ولو في حد مش عارف حاجة يسيبها لي في التعليقات لندن الساعة هتكون 10 صباحا المدينة المنورة هتكون الساعة 12 و 36 دقيقة دمشق الساعة هتكون 12 و 24 دقيقة تونس الساعة تكون 10 و 40 دقيقة صفحة رقم 15 بيقولي حدد على الشكل اللازي امامك خط الطول الرئيسي وطبعا طوات موضحة على الشاشة قدامنا ومنطقة القطب الشمالي ومنطقة القطب الجنوبي تاني سؤال بيقولي اشرح كيف تستفيد من خطوط الطول في حياتك اليومية طبعا باستفاد منها في المواقع شرق وغرب خط جرانيش وتحديد الزمن ومعرفة فروق التوقيت بعد كده بيقولي تخيل الذي يحدث اذا لم يتمكن العلماء من رسم خطوط الطول ودوائر العرض على الخرائط ونمازج الكرة الارضية عدم القطرة على تحديد المواقع وعدم معرفة فروق التوقيت بين المدن بعد كده رقم 3 بيقولي لاحظ الرسم المقابل ثم ضع خط تحت الإجابة الصحيحة رقم 1 يعبر الشكل عن دوائر العرض رقم 2 يشير الرقم 1 إلى مدار السرطان رقم 3 يشير الرقم 2 إلى مدار الجديد بعد كده بيقولي لخص اهمية معرفة الخطوط المرسومة على هذا الشكل الشكل طبعا اللي هيظهر دلوقتي قدامنا على الشاشة تحديد المواقع شمال وجنوب دائرة الاستواء ومعرفة احوال المناخ حرارة ورياح وامطار صفحة رقم 18 الدرس الثاني قصة نشأة الحضارة المصرية القديمة جايب لي جدول وبيقولي مملكة الشمال ومملكة الجنوب العاصمة بتاعت مملكة الشمال والعاصمة بتاعت مملكة الجنوب طبعا العاصمة بتاعت مملكة الشمال بوتو والعاصمة بتاعت مملكة الجنوب نخم لون التاج في مملكة الشمال أحمر لون التاج في مملكة الجنوب أبيض الشعار في مملكة الشمال نبات البردي الشعار في مملكة الجنوب زهرة اللوتس المعبود بيعبد وقيف مملكة الشمال سعباء صعبان الكبرى بيعبد وقيف مملكة الجنوب أنسى النصر نيجي بعد كده اقرأ وسجل اقرأ الدرس مرة أخرى طبعا احنا جاوبنا الجدول دوات من خلال الدرس هو بيقولك اقرأ الدرس مرة أخرى ثم رتب على الخط الزمني التالي المراحل التي مرت بها مصر حتى تكوين الوحدة السياسية رقم واحد تكوين الكرة رقم اتنين الأقاليم رقم تلاتة المدن رقم اربعة مملكة الشمال ومملكة الجنوب رقم خمسة الوحدة الأولى رقم ستة الانقصام مرة أخرى انقسمت البلاد مرة أخرى رقم سبعة الوحدة على يد الملك مينة سنة تلاتة الاف ومتين قبل الميلاد صفحة رقم تسعتاشر بيقولي في ضوء الفقرة السابقة رتب العصور التاريخية على الخط الزمني التالي من الأقدم إلى الأحدث عصر الدولة الحديثة عصر الدولة القديمة عصر الضعف الثاني عصر الدولة الوسطى العصر العتيق طبعا رقم واحد هو العصر العتيق رقم اتنين عصر الدولة القديمة رقم تلاتة عصر الضعف الأول رقم أربعة عصر الدولة الوسطى رقم خمسة عصر الضعف الثاني رقم ستة العصر الحديث رقم سبعة العصر المتأخر بعد كده في نفس الصفحة بيقولي سف شعورك عندما تقرأ النص شعور بعظمة تقديس للمصريين القدماء لنهر النيل بعد كده بيقولي استنتج أهمية نهر النيل عند المصريين القدماء كما فهمت من النص نهر النيل هو مصدر الحياة على مر العصور في مصر رقم ثلاثة بيقولي اشرح كيف ساعد نهر النيل على قيام الحضارة المصرية ساعد على استقرار المصريين القدماء على دفافه ومعرفة الزراعة وقيام الكرة والمدن والأقاليم والوحدة طبعا الاول المصريين عرفوا نهر النيل بعد كده استقروا على دفاف نهر النيل بعد كده عرفوا الزراعة وبعد كده بدأوا انهم يقيموا الكرة علشان يستقروا جنب نهر النيل والكرة بقت مدن والمدن بقت أقاليم ثم بعد كده الوحدة الوطنية نمسك بعد كده صفحة عشرين وهي قصة نشأة الحضارة المصرية القديمة كل سؤال فيها بيقولي بما شعرت عندما قرأت النص عظمة الجندي المصري وعدم الخوف من الأعداء رقم اتنين بيقولي استنتج أهم القيم التي يتمسك بيها الجيش المصري الشجاعة والدفاع عن الوطن وعزة النفس والكرامة والتضحية ما رأيك فيه سلوكيات الجيش المصري مع المدنيين سلوك جيد يعبر عن قرأ محب وتضحية من أجل الآخرين رقم اربعة بيقولي استخدم شبكة الانترنت وابحث عن خصية الملك تحطمس الثالث وأهم إنجازاته بعد كده عندي بيقولي ما أهمية وجود مادة في الدستور عن نهر النيل الحفاظ على حقوق الشعب المصري في مياه نهر النيل للأجيال القادمة قارن بين سلوكيات المصريين في التعامل مع نهر النيل قديما وحديثا قديما كان المصري القديم يتعهد بعدم تدنيس ماء نهر النيل حديثا الإهمال وعدم الوعي في التعامل مع مياه نهر النيل أدى إلى إهدارها وتلوصها بعد كده عندي صفحة واحد وعشرين أول سؤال بيقولي حدد واجباتك كمواطن مصر تجاه مياه نهر النيل عدم إلقاء المخلفات والقمامة في المياه وعدم الإسراف في استخدام المياه رقم أربعة بيقولي توقع ماذا يحدث إذا لم يجر نهر النيل في أرض مصر عدم وجود حياة إنسان حيوان نبات على الأرض مصر حيث أن مصر هبت النيل بعد كده بيقولي وضح أهمية إنشاء قرية تحاكي الحياة المصرية القديمة يتعرف المصريين على أشكال الحياة في مصر القديمة من خلال النمازج الموجودة بها بعد كده جايب لي جدول وبيقولي استخدم الموقع الرسمي للقرية الفرعونية واكتب ملخص عن أهمية الأماكن والمعالم التي يمكن للسائح زيارتها في القرية متبعا المثال في الجدول متحف المراكب بعد كده رقم اتنين متحف التحميل ويحتوي على بعض نمازج لعملية التحميل وأهم الآلهة المرتبطة بفكرة التحميل رقم اتنين مجبرة عنخ أمون حيث قامت القرية ببناء نموذج للمجبرة الأساسية وبنفس الحجم والتصميم وكذلك نمازج لجميع الكطع الأسرية التي تم اكتشافها بعد كده متحف الأهرامات ويمثل فكرة ببناء الهرم وأهم الأدوات المستخدمة فيه في بناءه والمثالات بعد كده عندي الدرس الثالث صفحة 24 أول سؤال بيقول لي لاحظ خريطة مصر ثم اكتب مدلول كل لون من الألوان الموجودة في مفتاح الخريطة اللون الأخضر وادي النيل والدلتة ومنخفض الفيوم اللون الأصفر الفاتح اللي بعده الصحراء الغربية اللون الأصفر الغامق اللي بعده الصحراء الشرقية بعد كده البرتقون يشبه جزيرة سيناء السؤال رقم اتنين بيقول لي اختر إحدى الوحدات التدريسية من الخريطة وصفها بجملة من مفرداتك الخاصة منخفض الفيوم رغم وقوعه بالصحراء الغربية إلا أنه ضمن البيئة الزراعية حيث تصل إليه مياه نهر النيل والطامي عن طريق ترعد بحر يوسف رقم ثلاثة بيقول لي انسب المظاهر التدريسية التالية إلى الوحدة التدريسية التي تنتمي إليها بحيرة ناصر بتنتمي إلى وادي النيل جبل شايب البنات بيحتوي إلى الصحراء الشرقية منخفض الفيوم الوادي والدلتة ومنخفض الفيوم هضبت الجلف الكبيرة الصحراء الغربية هضبت التية شبه جزيرة سيناء هضبت العبابدة الصحراء الشرقية وادي العلاقي الصحراء الشرقية وادي العريش شبه جزيرة سيناء جبل سانت كاترين شبه جزيرة سيناء فرع دمياض الدلتة بعد كده عندي صفحة 25 كيف غيرت قناة السويس المظهر التداريسي لمنطقة القناة التوسع العمراني على جانبيها في مدن السويس والإسماعيلية وبورسعين رقم 2 بيقول لي ما المشروعات الجديدة التي قامت بها الدولة المصرية لتطوير قناة السويس توسيع المجرى الملاحي أعمال الصيانة السنوية للمجرى الملاحي الأنفاق الجديدة المواني الجديدة في السؤال رقم 3 فكروا اكتب تخيل انك في رحلة عبر شبه جزيرة سيناء من رأس محمد جنوبا إلى العريش شمالا استعن بالخريطة صفحة 22 وبالشكل التالي واكتب سطرين تشرح فيهما أهم المظاهر التداريسية التي ستشاهدها جبل ساند كاترين وموسى في الجنوب ثم هضبة التية والعجمة في الوسط ثم وادي العريش وسواحل البحر المتوسط في الشمال 26 برضو في الدرس التالي بيقول لي استعن بالخريطة صفحة 22 وحدد أهم الظاهرات التي ستشاهدها من واحد سيوة حتى نهر النيل مرورا بمنخفض الفيوم من واحد سيوة في الغرب نتجه شرقا حيث منخفض القطارة ثم منخفض الفيوم ثم وادي النيل حدد الخريطتين أقدم الخريطة ألف أم الخريطة بيه؟ الأقدم هي الخريطة ألف رقم اتنين بيقول لي مستعينا بالخريطتين السابقتين لدلتا نهر النيل اللي قدامي في الصفحة اشرح التغيرات التي تطرأت على منطقة الدلتا بمرور الزمن مثل التغير في فروع نهر النيل مساحة البحيرات الساحلية وغيرها قديما كان يجري بها عدة فروع لنهر النيل ومساحة البحيرات كبيرة حديثا أصبح لا يوجد أفرع لنهر النيل سوى دميات ورشيد ومساحة البحيرات أصبحت أصغر بعد كده رقم 3 بيقول لي استخدم شبكة المعلومات الدولية الانترنت وابحث عن العوامل التي غيرت من ملامح الدلتا عبر العصور هنكتب رقم 1 عدم وجود مياه الفيضان بعد بناء السد العالي طبعا الأول كان بيحصل فيضان لكن بعد بناء السد العالي طبعا أصبح مفيش فيضان انحصار مياه البحر مع ارتفاع درجات الحرارة ردم البحيرات والتوسع العمراني عليها بعد كده عندي صفحة 27 أول سؤال بيقول لي كم يبلغ عدد الدول التي يجري فيها نهر النيل 11 دولة حدد رافضين لنهر النيل في منطقة أسيوبيا عطبرة والنيل الأزرق ماذا يحدث إذا لم تكن هناك بحيرة فكتوريا والبحيرات المجاورة عدم تخزين مياه الأمطار عدم تضفق مياه نهر النيل ووصلها إلى مصر من مقترحاتك لتعميق العلاقات بين مصر ودول حوض النيل لزيادة الاستفادة من مياه نهر النيل إنشاء السدود توليد الكهرباء التبادل التجاري إقامة الطرق والسكك الحديدية في 6 فكر وأجب بحسب تجربتك واحد حدد عدء العنشطة الاقتصادية التي تتأثر بمظاهر السطح بشكل واضح الزراعة حيث أنها تحتاج إلى أرض مستوية ولا توجد سوى في الوادي والدلتا بعد كده بيقول لي وضح كيف ساعد التقدم التكنولوجي في التغلب على مظاهر السطحة يمكن الآن الزراعة على المدرجات الوسعة من خلال وسائل الرأي الحديثة مثل الرش والتنقيت بعد كده عندي الدرس الرابع صفحة 28 أول سؤال في صفحة 30 بيقول لي هتايفة يختلف المناخ في جنوب سناء عن المناخ في محافظتك أعيش في محافظة القاهرة حيث لا توجد جبال أو مرتفعات وترتفع درجة الحرارة في الصيف وتنخفض في فصل الشتاء ولا توجد أمطار غزيرة والأمطار نادرة رقم 2 بيقول لي ابحث عن المشكلات التي تسببها السيول المفاجأة ثم اقترح أكبر عدد من الأفكار لتفادي مصر تلك المشكلات والاستفادة من مياه السيول تؤدي السيول تدمير المنازل وإتلاف الحقول الزراعية وتعطيل حركة الطرق للاستفادة منها عمل مخراط مجاري يعني للسيول وتخزينها وحفر خزانات لتخزين مياه الأمطار فيها والاستفادة منها في الزراعة بعد كده السؤال رقم 3 الكتابة الإبداعية بيقول لي فكر واكتب تخيل أنك مزيع التقص على القناة الأولى المصرية اكتب نشرة جوية تصف فيها حالة التقص في محافظتك غدا ثم اقرأها أمام زملائك في الفصل من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة لتتخطى درجة الحرارة 40 درجة مقوية من وجود رياح محملة بالأتربة والرمال مع ارتفاع الرطوبة النسبية وينصح خبراء الأرصاد أصحاب الأمراض عدم الخروج من المنازل بعد كده عندي صفحة 31 الحدد الإقليم المناخي الذي تنتمي إليه ما تنتق وصف أهم خصائصه المناخية القاهرة إقليم صحراوي شديد الحرارة صيفا شديد البرودة شتاءا أمطار نادرة قد تسقط على شكل سيول بعد كده رقم 2 حدد الإقليم المناخي الذي تنتمي إليه هذه المدن مرسى مطروح إقليم البحر المتوسط أصوان إقليم صحراوي 3 القاهرة إقليم صحراوي رقم 3 استبعد المدينة التي لا تنتمي إلى المجموعة مع ذكر السبب العريش والسلوم وكينة وبرسعيد كينة لأنها إقليم صحراوي الأكسر وأصوان وبني سويف والعالمين العالمين لأنها إقليم البحر المتوسط حدد أعلى المدن في درجة الحرارة مع التفسير أصوان تقع في الإقليم الصحراوي الحار ويتميز بارتفاع درجة الحرارة رقم 2 حدد أقل المدن في درجة الحرارة مع التفسير الإسكندرية تقع في إقليم البحر المتوسط ويتميز باعتدال درجة الحرارة والأمطار الشتوية بعد كده عندي صفحة 32 اكتب فقرة قصيرة تصف فيها مناخ مدينة أصوان إذا كان موقعها على البحر المتوسط اعتدال درجات الحرارة وسقوط الأمطار الشتوية رقم 1 بيقول لي اقرأ الرسم البياني ثم أجب كم تبلغ أعلى درجة حرارة وخلال أي شهر ثم تم تسجيلها 32 درجة وطبعا سجلت في شهر أغسطس رقم 2 كم تبلغ أدنى درجة حرارة وخلال أي شهر تم تسجيلها طبعا 10 درجات يناير وفبراير بعد كده بيقول لي اقرأ الرسم البياني ثم أجب ما الأشهر التي يتساوى فيها عدد ساعات سطوع ضوء الشمس ديسمبر ويناير وفبراير طبعا باين جدا في الرسم ولماذا؟ بسبب تعامد الشمس على مدار الجدي بعد كده بيقول لي ما الشهر الذي يسجل أعلى عدد ساعات سطوع ضوء الشمس طبعا شهر يوليو بسبب تعامد الشمس على مدار السرطة بعد كده بيقول لي صفحة 33 حدد على خريطة مصر موقع محافظتك وحدد العوامل المؤثرة في منخة متبعا المسال هو مدين المسال عن الأسوان الإجابة طبعا القاهرة تقع بالقرب من مدار السرطان شمال مصر ترتفع فيها درجة الحرارة وخاصة في فصل الصيف بعد كده رقم 2 لاحظ خريطة اقسام تضاريخ سطح مصر صفحة 22 ثم حدد أهم مظاهر السطحة التي تؤثر على مناخ مصر تقع معظم أراضي مصر بين دائرتين عرض 36 و 31 و 22 شمالا تتبع الأقاليم الصحراوي الصحراء الشرقية والغربية وسيناء بينما البحر المتوسط شمال أدى إلى وقوع كل المحافظات الساحلية ضمن أقليم البحر المتوسط لماذا تشرق الشمس من جهة الشرق؟ لأن حركة دوران الأرض من الغرب إلى الشرق في أي فصل تفضل دعوة أحد أصدقائك الذين يعيشون خارج مصر لزيارة المدينة التي تعيش فيها فصل الشتاء لإعتدال درجة الحرارة في أي فصل من فصول السنة تفضل زيارة المناطق التالية ولماذا؟ الإسكندرية، المينيا، واحد الفرفرة، أسوان، بورسعيد طبعاً في الصيف هفضل الإسكندرية وبورسعيد علشان طبعاً فيهم بحر وفي الشتاء هفضل المينيا، واحد الفرفرة، وأسوان طبعاً بالنسبة للسبب الإسكندرية للتمتع بالجو المعتدل بعد كده المينيا بسبب ارتفاع درجة الحرارة واحد الفرفرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وأسوان بسبب ارتفاع درجة الحرارة وبورسعيد للتمتع بالجو المعتدل بعد كده عندي الدرس الخامس النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في بلدي صفحة 34 و 35 الأسئلة بتبدأ من صفحة 36 السؤال الأولاني بيقول لي ما الأخطار التي يواجهها التنوع البيولوجي في مصر ندرة المياه وتغيير المناخ الصيد الجائر التلوس إزالة النباتات الطبعية بعد كده رقم 2 بيقول لي استخدم بنك المعرفة المصري وابحث عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية التنوع البيولوجي في مصر إنشاء المحميات الطبعية ووضع القوانين لحماية المناطق الطبعية رقم 3 بيقول لي كيف يمكنك المساعدة في حماية النباتات الطبعية والحيوانات البرية في مصر عدم الصيد في المناطق المحمية عدم إلقاء المخلفات والقمامة فيها عدم تشويه معالمها عدم قطع الأشجار والنباتات الندرة بعد كده بيقول لي اختر أحد الحيوانات المهددة بالإنقراض في مصر ثم اجمع معلومات عنه وصمم عرضا تقديما يوضح البيئة التي يعيش فيها والغذاء الرئيسي لها وسبب تعرضه للإنقراض واكترح بعض الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة لحماية هنقول الغزال المصري الغزال المصري إنها يعيش بشمال أفريقيا مهدد بالإنقراض في البرية يتميز الغزال المصري بصغر حجمه ويعتبر أقصى أنواع الغزلان شيوعا وتصل سرعته إلى 80 كيلو متر في الساعة يتراوح طوله بين 90 ل110 سنتيمتر ووزنه بين 12 ل 25 كيلو جرام تتقاصر الغزلان خلال شهر سبتمبر ونوفمبر تكون مدة حملها 6 أشهر ويكون الفطام تمام بعد 3 أشهر تتغذى الغزلان على أوراق الشجر والبزور والأزهار والفاكه يتحمل الغزال المصري درجة حرارة عالية يمكن العيش بدون أن يشرب ويحصل على العصارات التي يحتاجها من النباتات التي يتغذى عليها ينشط الغزال المصري من غروب الشمس حتى الفجر مدرك بالقائمة الأولى للتجارة الحيوانات البرية ممنوع التجارة الدولية يوجد الغزال المصري بحديقة الحيوان بالجيزة بجوار حيوان سبع البحر بعد كده صفحة 37 السؤال الأولاني ما الذي يميز محمية الزرانيك ما الذي يميز محمية الزرانيك ويجعلها فريدة ومتميزة لأنها تعد المحطة الأولى لرحلة الطيور المهاجرة من أوروبا وأسيا في طريقها في أفريقيا هربا من برد الشتاء استخدم شبكة المعلومات الدولية وابحث عن العلاقات بين الطيور المهاجرة عبر الأراضي المصرية والسياحية بتعتبر رحلة الطيور المهاجرة عامل جذب السياحة البيئية في مصر مما يؤدي إلى دعم الاقتصاد المصري وزيادة الدخل القومي من زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بعد كده في نفس الصفحة لصفحة 37 بيقول لي وضح رأيك في تضمين الدستور المصري لمادة تهتم بحماية المحميات الطبعية وما تضمه من كائنات حيا أدى ذلك إلى حماية النباتات الطبعية والحيوانات والطيور البرية والأسماك من قطر الإنقراض في إما إذا تفعل في الموقف التالي رأيت شخصا أثناء زيارتك إحدى المحميات الطبعية يتلف بعض النباتات الطبعية أقوم بإبلاغ الشرطة ومحاولة منعه من ذلك بعد كده عندي صفحة 38 رقم 3 تمنع المادة السانية من قانون المحميات الطبعية سنة 1983 ادخال أو إخراج أي نباتات أو حيوانات غريبة من منطقة المحمية اشرح أهمية ذلك من وجهة نظرك الحفاظ على الأنواع الموجودة بالمحمية وعدم حدوث خلل بيئي بسبب الأنواع الغريبة بعد كده بيقول لي اكتب أسماء سلاس محميات طبعية وحدد القسم التضاريسي الذي تقع فيه متبعا المثال رقم 1 محمية سانت كاترين تقع فيه شبه جزيرة سيناء محمية علبة تقع فيه الصحراء الشرقية محمية وادي الريان تقع فيه الصحراء الغربية بعد كده بيقول لي في صفحة 39 اكتب اسم المحمية الطبعية التي توجد فيه محافظتك وحدد أهمياتها وكيفية حمايتها محافظة الكاهرة محمية وادي دجلة ومحمية الغابة المتحجرة يوجد بها أشجار متحجرة على هيئة صخور ونباتات طبعية وحيوانات برية وحمايتها يمنع قطع الأشجار وصيد الحيوانات بهما بعد كده بيقول لي اكتب اسم المحافظة التي تضم أكبر عدد من المحميات الطبعية موضحا اسمها محافظة جنوب سيناء رأس محمد نبق جلوم طابة سانت كاترين الأحراش الزرانية بعد كده الدرس السادس التغيرات المناخية وأثرها على بلده أول سؤال عندي صفحة 42 إذا زاد ارتفاع مستوى سطح البحر مترا في أي من محافظات مصر ستتأثر المحافظات التي تطل على البحر المتوسط ومنها الإسكندرية وضميات وبوستعي وضح كيف سيؤثر ذلك على اقتصاد الدولة نقص المساحات المزروعة، هجرة السكان، تدمير المباني والمنشآت، انخفاض الدخل القومي، توقف المصانع رقم 3 مال إجراءات التي يمكن اتخذها للحد من تآكل الشواطئ المصري عمل مصادات للأمواج، وضع كميات كبيرة من الصخور والرمال على الشواطئ في نفس الصفحة قدم أمثلة على تأثير التغير المناكي على البيئة في مصر ارتفع الدرجات الحرارة في الصيف أعلى من معدلتها الصابق بعد كده عندي صفحة 43 وبيقول لي ما الذي يمكنك القيام به للمساعدة على مكافحة تغير المناخ في مصر زراعة الأشجار الضخمة لانتصاص أكبر قدر من ثاني أكسيد الكربون عدم حرق الكمامة ومخلفات الزراعة والتخلص منها بطريقة سليمة بعد كده بيقول لي لخص أهم الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر ورتبها بحسب أهميتها من وجهة نظرك مواجهة أزمة تغير المناخ تغطية كل الأنشطة الاقتصادية التي تنتج غازات دفينة توجه بالتقليل الإنبعاثات وسرعة التعامل مع التغيرات المناخية بعد كده بيقول لي استخدم بنك المعريفة المصري وابحث عن الأنشطة الاقتصادية التي تنتج غازات الاحتباس الحراري مصانع الأسمنت حرق الوقود إزالة الغابات الإفراط في استخدام المبيدات الحشرية والأسميدة الكيموية بالزراعة نفيات ومخلفات المصانع بعد كده بيقول لي وضح دورك مواطن مسؤول في تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية عدم حرق الكمامة والمخلفات وزراعة الأشجار وحملات التوعية بين الناس بعد كده بيقول لك فكر وعبر لا تستطيع أي دولة بمفردها مواجهة التغيرات المناخية لذلك أصبح التعاون بين الدول أمرا ضروريا لمواجهة هذه الأزمة في دوق هذه العبارة عبر بالرسم أو بالكتابة عن ضرورة تكاتف دول العالم لمواجهة تأثير التغيرات المناخية على الإنسان والتنمية سوف تكون مصر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 وذلك في دوق التعاون للحد من التغيرات المناخية ودي كده بالنسبة لنا الوحدة الأولى وان شاء الله انتظرونا بإذن الله في إجابة الوحدة الثانية دراسات وكمان انتظرونا في حل كتاب المدرسة للصفة الخامس الافتداء لكل المواقع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة